معظم الأشخاص اللي بتعاني من الوزن الزايد بنلاقي الغالبية منهم يعني بيعانوا برضو من مرض السكر للأسف مرض زي السكر والسمنة لما بيجتمعوا في شخص واحد للأسف بيأثروا بشكل كبير على ممارسطه الطبيعية في الحياة ده غير الحالة النفسية للشخص اللي بيكون يعني سبب فيه نفسيته بتتعب جدا للأسف وده الناس كتير قوي تشتكي منه فبيبدأ المريض يدور على كل الحلول اللي بتساعد في أنه يتخلص طبعا من وزنه النهاردة عندنا أسئلة كتير جدا جت وطبعا هنرد عليها وطبعا الأسئلة دي هتخص الناس بتتكلم عن مشكلة السكر وإزاي تتفاديها وخصوصا مع أنواع الضايد المناسبة لمريض السكر هيخسر وزن قد إيه وهل لو اتعالج من السمنة ممكن يكون سبب فيه علاجه أو على الأقل حتى تقليد نسبة السكر عنده كل أسئلة دي النهاردة إن شاء الله سيجاوب عليها ضفنا اللي مشرفني ومنورني النهاردة في فقرتنا دكتور علاء الدين أحمد أخصائي تغذير علاجية أهلا وسهلا يا دكتور أهلا يا أحلى شيف في الدنيا كله خلي حاكم نورنا نهاردة ومناسبة عشورة وحضرت الخير ومتلاحظة أن دائما المناسبات السعيدة عندنا مرتبطة بالأكل مظبوط يعني مولد النبي صحيح هتلاقي مرتبط بالحلويات صحيح رمضان طول الشهر أكل مظبوط العيد الصغير البسكويت صحيح العيد الكبير اللحمة أيوة نتكلم على العشورة عشورة نتكلم على شام نسيمة هتلاقيه مرتبط بالبيض والفسيخ والرنجة يعني إذن كل المنسبات الحلوة عندنا مرتبطة بالأكل وبالتالي مرتبطة بحضرتك ربنا يخليك يعني المنسبة السعيدة مرتبطة بحضرتك الله يخليك فاندر خلينا بس الأول لأقولك على حاجة فطر في عندنا دائما اللي بنيجي نعمل انترفيجو الحد بنسأله هونت عندك سيلف موتيفيشون أو لا يعني إيه سيلف موتيفيشون يعني أنت بتعمل حافز لنفسك ولا لا مظبوط بتعرف ازاي التعد من حالتك المزاجية ولا لا تمام على فكرة أنا لبقى بيجي قناة الأحلي نادي القرن نادي عفة اللسان ونادي القيم والمبادئ ده بيعمل سيلف موتيفيشون موجود مأحضيك كمان الله يخليك بيزود سيلف موتيفيشون والله نفس الإحساس على فكرة على فكرة ده بيعنعكس حتى على الجو كله صحيح هتلاقي الجو كله في طاقة الجبائية والأجواء والناس اللي موجودة مظبوط دي رقم واحد رقم اثنين احنا خلي بالك الحلقة اللي فاتت كنا نتكلم على مقاومة الانسولين مظبوط وصلنا لنقطة اني لما مقاومة الانسولين لما بناكل أكل السكر بيفرز في السكر بيفرز في الدم على صورة كل جوز ايو الانسولين بيفرز من خلايا البنكرياز ومن خلايا اسمعها خلايا بيتا في البنكرياز السكر بزيد الانسولين بزيد بنوصل لمرحلة هتلاقي حرك ان السكر بزيد بس الانسولين مش قادر ينقل السكر من الدم للخلايا دي مقدمة للمرض السكر عشان كده احنا هنربط الحلقة دي بالحلقة اللي فاتت عشان كده احنا صممنا النهاردة نتكلم على مرض السكر يعني فيه ربط بين السكر ومرض السمنة يا دكتور طبعا هنعرف دلوقتي حضرتك تمام خلينا نتكلم كان فيه حاجة اسمها مثلث بيسموه مثلث التخسيس اللي هو عبارة عن غذاء تأكل اكل كويس ايوه وتلعب رياضة وبأن احنا في قناة النادي الاهلي يبقى الرياضة هنا الشيء مهم جدا وبعد كده بناخد علاج وكل ده مرتبط بالحالة النفسية اللي احنا قلنا ان احنا بنعمل حالة سيلفي موتيفاشن تمام تلاتة دول مرتبطين ببعض بعد كده قلنا لأ ده المثلث ده لازم اسمه مثلث الصحة اللي هو عبارة عن غذاء رياضة تلات حاجة اللي هو الدواء احنا هنا في الفقرة بتاعتنا عملنا حاجة كويسة اوي احنا ربطنا ما بين الغذاء وما بين الدواء يعني حطينا الغذاء في صورة دوائية لكده احنا بنجي في الجزء الثاني بنتكلم على بيستة تمام دي رقم اتنين رقم تلاتة خلي بالك لما نجي نتكلم على الأنسولين او نجي نتكلم على مرض السكر يعني ايه مرض السكر الاول تمام ده سؤال لازم كل ناس بتسأله مرض السكر هو ان الأنسولين ما يبقاش موجود او موجود بصورة غير كافية عشان ياخدوا الكولوكوز من الدم ينقلوا الخلية مش موجود ده اللي هو اسمه طيب وان اللي هو النوع الاولاني على فكرة من ضمن الاهداف الاساسية للفقرة بتاعتنا ان احنا بندي ثقافة جزائية للناس مظبوط الثقافة الجزائية دي بتنعكس على صحتهم وعشان كده دايما تقدم اي شعب يقص بايه بالصحة والتعليم صحيح فاحنا هنا هنا الهدف الاساسي من الفقرة بتاعتنا ان احنا بندي ثقافة جزائية وبعد كده نعالج المشكلة نجي نتكلم على السكر السكر فيه نوعين وهنكلم عن نوعين بالراحة كرة وبهدو فيه حاجة اسمها طيب وان حاجة اسمها طيب وان الأنسولين بيفرز من حاجة اسمها بيتا سيل في البنكرياس طيب وان بيتا سيل ده بتبقى في حصل فيها دمج مش موجودة خالص فبالتالي الأنسولين من اساسه ما يفرز ايوه يبقى محتاجينه ومن كرم ربنا علينا ان النسبة دي تمثل من 5% ل 10% من مرضى السكر لان المرض ده سعته بيبقى مرض عنيف وده بيصيب الناس اللي هم قال لي من 30 سنة على فكرة فيه اطفال دلوقتي يا دكتور عنهم مشاكل دي اوه هو بيبقى في الغالب بيبقى حاجة برصية في الغالب عنده دمج في البيتا سيلز دي الأنسولين اللي يفرز عشان كده بيسموه ايه يعني هو بيعتمد على الأنسولين طيب صحيح وتكتشف ان المريض بتاع السكر اللي هو طيب ون هتلاقي ان هو عنده نحافة لانه هو عنده معدلات الحارق عالي وقاوي اللي انا بدي خليه أنسولين والأكل بتاعه الغذاء لازم معاه أنسولين لما نجي نتكلم عن طيب طول اللي هو يمس 90% اللي احنا بقى بنحلله مشكلته النهاردة هتكتشف ان القصة مختلفة تمام لازم هنا الوجبات بتاع الطيب ون لازم تبقى منظمة ولازم ياخد سناكس يعني لازم ياخد وجبة ما بين الفطار والغداء وبين الغداء والعشاء وبعد العشاء لأنا عايز أحافظه على معدلات السكر عشان الأنسولين اللي بتدهول عشان ما يخشش مني في كومة ايه كومة السكر اللي هو يبقى بياخد أنسولين ما عندهوش سكر فيخش مني في الكومة طيب ون بيبقى صعب شوية في علاجه من كرم ربنا علينا انه هو موجود من 5 ل 10% بس من مرضى السكر طيب نروح بقى لطيب طول طيب طول هتلاقي حرك ان الوزن زايد يعني دايما طيب طول اللي هو يمثل 90% من مرضى السكر على مستوى العينين هتلاقي عنده الوزن زايد دي رقم اثنين رقم تلاتة هتلاقي حرك ايه بقى الأنسولين عنده يأما بيفرز بكمية غير كافية دي رقم واحد رقم اثنين يأما الأنسولين الأنسولين بيفرز بس مش زو كفاءة يأما الأنسولين بيفرز بصورة غير منتظمة فده يؤدي لإيه يؤدي ان انا عندي سكر لان انا عشان كده تلاقي ان مرضى السكر طيب طول احنا بنشتغل على إيه ان احنا بنحاول نحافظ البنكرياس او بنحسن من معدلات الأنسولين تمام تمام اتفقنا طيب طول ان هو النهاردة عنده زيادة في الوزن زيادة في الوزن ليه لان السكر عنده غير منتظم اللي هو الأنسولين بيفرز بصورة غير منتظمة طيب يزبط الدنيا دي ازاي بقى دكتور خلينا نتكلم وجدوا ان احسن حاجة تحسن من معدلات فرض الأنسولين هي الألياف كويس ليه الألياف الألياف بتعمل ايه الألياف بتحسن اووا الألياف على فكرة هي كربوهادریت بس كربوهادریت ما بتزوجش شكر في الدم كويس ودي من نعم ربنا علينا آه الحمد لله ثانيا الألياف بتعمل ايه بتخلي امتصاص الكربوهادريت بيبقى بصورة قليلة فلما بيبقى بصورة قليلة معدلات فرض الأنسولين بتبقى بصورة منتظمة لأن احنا اتفقنا ان مريضة السكر في طيب طو هو عنده مشكلة في معدلات فرض الأنسولين الأنسولين عنده يesses بصورة غير منتظمة فأنا عايز أحسن له انتظام الأنسولين يبقى محتاج أن السكر متعليش اسفاجات محتاج يعلى بصورة صورة تدرجية فلما هي على بصورة تدرجية الأنسولين هيفرض بصورة تدرجية ليه اللياف بتعملها هل إحنا حليننا المشكلة دي؟ آه حليننا المشكلة دي حليننا المشكلة دي ازاي؟ انا طريق انه نبدل المستحضر فيه ألياف زوابة والياف صغير زوابة وفيه كروميوم وفيه الكرامتين وفيه الكروميوم اللي هو البستا يبقى إذن البستا النهاردة أنا في الحلقة اللي فاتت قلت بتتاخد لمقاومة الأنسورين لا وبقولي النهاردة إن العيان اللي عنده سكر من النوع طيب تو اللي هو النوع التاني اللي هو عنده زيادة في الوزن أديره بستا لأن المكونات بستا عبارة عن إيه عبارة عن الشوفان وبارة عن سيليم وردة العمح ردة العمح هنا ألياف غير زوابة نتكلم بقى اللي هو في الزوابة اللي هي الشوفان والسيليم بتعمل إيه حضرتك بتخلي معدلات بتظبط من عدات فرز الأنسورين اللي هو اتفاقنا من شوية إن هي دي بتبقى مشكلة مع طيب تو اللي هو النوع التاني من مرضى السكر دي رقم واحد رقم اتنين بتحسن من تأثير أو من استجابة الأنسورين للكلوكوز كويس تمام فبالتالي النهاردة الجسم لما يبقى فيه كولوكوز زيادة الأنسورين هيفرز عشان ينقل الكولوكوز ده للخلية للخلية مصبوط تمام كده يبقى دي الألياف اللي بتعملها الإيه ألياف الزوابة كويس حلو يبقى الألياف الزوابة بالإضافة إن هي بتمنى المعدة وبتخلي قبلية الأكل بتقل تمام وبالتالي أنا هنا ما باخدش صعرات حراية عالية كتير فبالتالي ده هنعكس على الوزن لأ أنا كمان بحسن من معدلات السكر في الدم كويس عن طريل إيه عن طريل أنسورين وكمان ليه هدور على فكرة إن هي بتقلم من نسبة الكولسترول السيئ كويس